مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين إلى مستجدات الثقافة والبداية من الجزائر ولقاء عملاقي الفكاهة حيث تصدرت صورة جمعت بين كل من الممثلين صالح أغروت وعثمان عريوات منصات التواصل الاجتماعي بعد أن قام أمس الأحد بطل فيلم كارنفال في دشرة عثمان عريوات بزيارة صالح أغروت للإطمأنان على صحته بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج طويلة دمت أكثر من سنتين خارج البلاد صالح أغروت نشر الصورة وعلق عليها قائلا صديقي ورفيق دربي والروح والمشوار أما الجمهور فثلاث صور جمعت بين هذين المبدعين كانت كافية له للفرح خاصة أنه اشتاق لإبداعهما في مصر الآن أعلنت شركة سينيرجي للأفلام المصرية عن إنتاجها لأول سلسلة لأفلام الأبطال الخارقين وهو يعد تقديما لأول بطل عربي خارق في السينما العربية العمل يأتي بالمواصفات العالمية وأحدث طرق التصوير والغرافيكس في الإطار الكوميدي مع الفنان الأكثر قربا لقلوب الأطفال والأسر العربية الذي يتمتع بخفة ظل فائقة والذي لم يحدد اسمه بعد الشركة بهدف خلق تفاعل مع الجمهور طرحت عبر منشور في وسائط التواصل الاجتماعي عن الفنان الذي يتوقعونه وتنطبق عليه المواصفات والصفات السابقة كي يقوم ببطولة العمل والآن مشاهدين إلى عالم هوليوود بعد اعتزال العمل السينمائي وغياب عن الشاشات لثمان سنوات تفرغا لحياتها الشخصية أقنع النجم الأمريكي جيمي فوكس الممثلة كاميرون دياز بالعودة إلى عالم هوليوود في فيلم بعنوان العودة إلى الحركة الذي يجمع بين الكوميديا والأكشن الفيلم الجديد الذي تنتجه نتفليكس مر برحلة من الصعاب كادت أن تلغي إنتاجه وتفشل في إعادة دياز إلى السينما بعد الاعتزال لكن أخيرا بعد طول انتظار أعلنت نتفليكس عبر موقعها بالعربي والإنجليزي انطلاق رحلة تصوير الفيلم في أحد استوديوهاتها في لندن والآن مشاهدين إلى جوائز البافتا التي أعلنت عن ترشيحاتها لهذا العام وقبل التطرق لأبرز الأعمال البرشحة للجوائز سنخوض في تاريخ هذه الجائزة التي تقدمها الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون المعروف أكثر باسم جوائز بافتا للأفلام هي جائزة سنوية مرموقة تستضيفها الأكاديمية لتكريم أفضل المساهمات البريطانية والدولية في السينما أقيم حفل توزيع جوائز بافتا الأول في عام 1949 وتم بث الحفل أول مرة على قناة بي بي سي عام 1956 كان يقام الحفل سابقا في شهر أفريل أو ماي لكن منذ عام 2001 أقيم في فيبري من أجل أن يسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار معظم الجوائز مفتوحة لجميع الجنسيات على الرغم من وجود جوائز للفيلم البريطاني المتميز والظهور المتميز لأول مرة من قبل كاتب أو منتج أو مخرج بريطاني أما أفلام المملكة المتحدة فهي فقط المؤهلة لفئات جوائز الفيلم البريطاني القصير والرسوم المتحركة البريطانية القصيرة حفل توزيع جوائز البافتا تقام نسخته السادس والسبعين يوم الأحد المقبل وقد أكدت تقارير صحفية بريطانية حضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون بعد فترة من التردد بسبب أزمة تصريحات الأمير هاري وانتقاده لأسرته مؤخرا ترشيحات البافتا هذا العام تصدرها الفيلم الألماني كل شيء هادئ على الجهة أو الجبهة الغربية بأربعة عشر اختيارا مشاهدين بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختم ثقافة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة